السؤال دلوقتي بقى له علاقة برضو بالحكاية دي هل كريمات الوقاية من الشمس؟ على طول بنسمع ان لازم نحط كريمات الوقاية من الشمس اللي هي سان بلوك يعني انا بس ايه بقول اسمها بالعربي واسمها اللي باللغة الانجليزية طبعا المعروف السؤال بيقول هل هي مهمة فعلا؟ وصاحبة سؤال بتقول انا بسأل اساسا عن الاطفال الحقيقة ان كريمات الوقاية من الشمس مهمة مهمة لكل الاعمار يعني ده ايه؟ ردا على السؤالة هو بشكل مباشر كل الاعمار بتستفيد من كريمات الوقاية من الشمس وهي كريمات الوقاية دي على فكرة هي اللي بتسمح ببقاء الجلد في حالة طبيعية وبتسمح انه طبعا في ظل ظروف بقى ارتفاع الحرارة وتعرض للمياه سواء كانت مياه بحر عليها املاح او مياه حمام السباحة اللي بيكون عليه كلور فهي كريمات الوقاية دي عامل مساعد مهم جدا تمام؟ لكن اللي عايز اقوله انه كريمات الوقاية دي مهمة مش بس للسيدات والبنات ومش بس الاطفال للرجالة كمان لان فيه رجالة وشباب بيحسوا انه كريمات الوقاية دي يعني حاجة بناتي لا دي معلومة خطأ كريمات الوقاية مهمة لكل الناس تمام؟ اللي عايز اقوله بس في النقطة دي يعني قبل من سيبها ويعني واكمل اجابتي على السؤال فيه نقطة بس مهمة انه لغاية وقته قريب كانت كريمات الوقاية من الشمس دي كلها انواع مستوردة يعني مركات كده محددة وبتأتي الينا من دول يعني كتير تمام؟ بقالنا فترة مش بعيدة قوي يعني من قريب ابتدت شركات مصرية تصنع هذا النوع من المستحضرات والحقيقة ان دي حاجة كويسة جدا والحقيقة انه التركيب المستحضرات دي هي كلها تركيبها بيعتمد على مواد طبيعية يعني بيبقى فيه استخدام مواد طبيعية علشان تؤدي هذا الغرض فانا عايز اقول لكم يعني انه مش معنى ان انا بقول انا وغيري وانتوا اكيد عندكم او جزء كبير اوي من حضراتكم عنده هذه الثقافة ان الكريمات دي او السان بلوك كريمات الحماية من الشمس حاجة مهمة بس مش لازم بقى يعني نحط زي ما بيقولوا العقدة في المنشار ونقول ايه يبقى فيه انواع معاناة لان الانواع دي ارتفعت اسعارها بشكل كبير جدا جدا واصبح بعضها كمان مش موجود تمام فعايز اقول ان فيه بدائل خلاص وان دي يعني اذا كانت الادوية لها بدائل فيه ادوية مثلا مستوردة ابتدت الادوية دي يبقى فيها مش عايز اقول مشاكل في استيرادها بس الطلب عليها من دول كتيرة ابتدت يبقى فيه نقص في بعض الاوقات في بعض الاسواق فابتدت شركات تصنع هذه الادوية شركات ادوية فابتدت الادوية دي واحنا كاطباء بنوصي بيها نقول اه هي هي لان هي المادة الفعالة هي هي تمام كده فعايز اقول اذا كان الادوية لها بدائل فمن باب اولى انه كريمات الوقاية من الشمس اللي هي مهمة بس ليست بقدر اهمية الادوية طبعا مهمة صحيح ولكن انا قلت عامل مساعد بيحمل الجلد يعني فمن باب اولى ان احنا ما نصغرش بقى دماغنا انا اسف يعني ونبتدي نفكر فانه لا النوع المستورد مش موجود يبقى خلاص السنة لازم اجيب النوع المستورد او السنة خايفة على ولادي او انا خايف لا ده كل الانواع واحدة لانه آليات التصنيع تطورت اوي في المجال ده بالنسبة لكريمات الوقاية اهم حاجة انه يكون عامل الحماية من الشمس اللي هو بيسموه SPF يعني Sun Protection Factor عامل الحماية من الشمس يكون فوق رقم 15 تمام فوق رقم 15 لما نمسك كده العبوة ونقرأ نرأيه رقم 15 فما فوق طيب انا معلش انا بستفيد شوية في اجابة هذا السؤال لانه في ملابسات ليه علاقة بالاستخدام بقى المفروض نحط الكريم ده ازاي للاطفال للكبار للسيدات او البنات او كده المفروض ان احنا بنحط هذا الكريم قبل الخروج الى الشمس بنص ساعة بنحطه قبل الخروج للشمس بنص ساعة طيب بنحطه ازاي هل بنجيب بقى ده ونقعد كده ندهن نلغمط الجسم خالص لدرجة ان فيه ناس كده بص ليوم لونهم شكلوه ما بيض من البتاع الاجابة لأ الاجابة انه الكريم ده هو طريقته او طريقة استخدامه انه الجلد بيمتصه يعني يمتصه ان احنا ما نشوفوهش احنا ممكن نشوف لمعة كده بسيطة وممكن ما نشوفوهش اصلا يعني الانواع الجيدة قوي بتروح يعني خلاص الجلد بيمتصه فمش لازم نكسر من الكمية انتو فاهمين قصدي لان الواحد بيشوف برضو الحاجات دي وبيبقى يعني يعني بنقعد نقول للناس يا جماعة ده مش صح الكميات دي مش صح هو حاجات كده وبنحطها على الجلد لغاية ما الجلد يتشربها زي ما انا بعمل كده في الوجه في الرقبة في الظهر في الصدر البطن وهكذا طيب قلنا انه بيتحط قبل الخروج الى الشمس بنصف ساعة طيب لو الاطفال بقى في المية الاطفال قصدي او كبار او كده انا بس عشان بتكلم عن الاطفال يا خلاص المفروض المفروض انه بيتحط لكل ساعتين يعني الطفل بعد ساعتين نحط له تاني او الشخص الكبير بعد ساعتين نحطه تاني ولكن الامانة تقتضي ان انا اقول انه ممكن ممكن ده يبقى كل اربع ساعات مش كل ساعتين خلاص وعايز اقول ان في ناس بتقعد ما بتنزلش المية وده سؤال مهم قوي خلاص يعني لو لو احنا ما بننزلش المية خالص احط برضو واقي شمس اه لانه لوع لقى بالشمس مش لوع لقى بالمية انتو فاهمين الفرق يعني فيه ناس يقولك انا بطلع على الشاطئ مع اسرتي بس انا ما بنزلش المية يبقى انا ما حطش بقى لا حط حضرت خلاص حطوا كل اربع ساعات كل خمس ساعات ده انا اذا افترضني يعني ان الناس قاعدين ساعات طويلة واحيانا بيتحط كل ساعتين لكن يعني بشكل بقى متطور شوية ابتدت الاراء الطبية تقول انه مش لازم كل ساعتين انا بتكلم عن في المية فعلا ممكن يتحط يعني بعد ساعتين نكرر نعيد الكرة تاني ولكن لازم قبل ما يتحط يعني لو افترضنا ان الطفل في المية او حد في المية قعدوا لازم يخرج يعني يختسل يعني ان هو يقف تحت الدش بتاع اللي بيبقى موجودة على الشواطئ ده او عند حمامات السباح عشان جسمه يتخلص من اثار الملح اللي موجودة في مية البحر او اثار الكولور اللي موجودة في مياه حمامات السباح خلاص كده بعد ما ده يحصل طبعا الجسم بيتنشف اذا كان هينزل المية تاني او مش هينزل بنحط له الكريم ده خلاص كده اذا كان خلاص يعني اذا كان مش هينزل بنحط الكريم ده طالما قاعد في الشمس انما اذا كان ماشي خلاص ما بنحطوش بقى انما اذا افترضنا اصلا باتكلم على الاطفال اللي هم كل شوية ينزلوا المية تلاقيوا الاطفال يقول لك عايزين ننزل تاني هنأكل حاجة و هننزل تمام يبقى خلاص استحموا كده اللي هي الاستحمام السريع ده نشفنا خلاص نحط لهم تاني او يلبسوا لما قبل بقى ما ينزلوا المية بنوص ساعة بنحط لهم تاني خلاص كده الناس اللي بشرتهم بيضة البيض يعني رجالة ستات اطفال ولاد اطفال بنات بيحتاجوا الحماية اكتر خلوا مالكم الحكاية دي لان هم عملية افراز الميلانين عندهم بتكون ابطأ او اضعف من الناس اللي هم لونهم امحي او اليميل الى الصمار فدول بيحتاجوا للحماية اكتر خلوا بالكوا قوي من النقطة دي تمام اخر نقطة بقى في الموضوع ده الطفل الاقل من ست شهور خلوا بالكوا قوي خلاص يعني انا بشكل شخصي وبناء على اسانيد علمية بقول لكم انه هو ما ينزلش المية ما ينزلش المية بتاعة البحر او مية الحمام السباح ليه علشان مش عشان فيه مشكلة هتحصل خالص انا بتكلم علشان ضمان عوامل الامان والحاجات دي كلها فوق ست شهور بقى خلاص هو بنقدر نشيله كويس متحكمين في الشيل ده وهكذا انما بقى مش احنا نجيب عوامات وبتاع لطفل صغير عنده اربعة تشهر وعنده اربعة تشهر استنادا لفيديوهات بنشوفها على اليوتيوب يا جماعة دي حاجات استثنائية جدا هي حكاية التعرض بقى للشمس لانه فيه ناس كده فيه ام تقولك لا انا خاف على ابني او بنتي واباء برضو يعني يقولك احنا عادينا هو على شاطئ قاعدين على حمام سباحة اجاز بلاش الطفل يقعد في اشعة الشمس المباشرة يعني ما يقعدش في الشمس يقعد في النور يعني لو الحتة فيها شمس يقعد هو في الحتة اللي فيها ضل طيب فيه ناس يقولوا ايه ما احنا عادينا تحت شمس ايه لابس كاب مش كفاية مش كفاية خلوا بالكوا قوي من نقطة دي يبقى الطفل الاقل من ست شهور ما يعودش تحت اشعة الشمس المباشرة يعود فيه ضوء انما مش يعود في اشعة الشمس وعلى فكرة خلوا بالكوا انه احنا دايما نقول ايه المشكلة مش في اشعة الشمس المشكلة في الاشعة فوق قلب نفسي جايه اللي هي الالترا فيلوت ريز دي اللي هي بتخترق الجلد بشكل خاطئ ودي ما بتكون موجودة في السماء يعني او موجودة في اشعة الشمس ما بين الساعة 11 الى الساعة 4 العصر عشان جده بنقول ان التعرض الامن للشمس يكون قبل 11 خلاص او بعد الساعة 4 وخلوا بالكم ان الاشعة دي ممكن تنعكس على جسمنا مش من الشمس مباشرة ممكن تنعكس من خلال المية او من خلال الاسفلت وممكن تنعكس من خلال الرمل يعني فاهمين قصدي يعني العبرة بان احنا في الوقت ده نتجنب التعرض المباشر للشمس وديني بركسته على الاطفال الصغيرين اللي تحت سن ست شهور لو قاعدين تحت شمسية برضو يقعد في الحطة الضلة لو قاعدين لابس كاب برضو يقعد في الحطة الضلة يعني الشمسية او الكاب او البرنيتا او كده مش ضمانة ان احنا بقا نععدوا في الشمس خلاص كده بعد كده هنعرضوا للشمس ايديه ورجليه وبتاع شام فيتامين دال طبعا والحاجات الحلوة اللي انتوا اكيد خلاص بقيتوا عارفينها وحافظينها اشتركوا في القناة